كما قلت لكم الكاف خلينا نروح للفيفا الأول الفيفا أعلن عن موعد إجراء قرعة كاس العالم الأندية اللي هتقام في المملكة العربية السعودية إن شاء الله من 12 لغاية 22 ديسمبر تحديدا بداية شهر 12 وتخلص يوم 22 ومشاركة النادي الآلي وتحاد الدولي أصدر بيان بيان رسمي قال فيه أن القرعة هتقام بواحد من الفنادق في مدينة جدة اتحدد لها معاد إن شاء الله يكون يوم 7 سبتمبر اللي جاي بحضور طبعا ممثلي الفرق اللي هتشارك فيه البطولة ومنهم النادي الأهلي وقال الفيفا في بيانه كمان بمناسبة يعني التقطاع الإعلامية إنه الباب مفتوح لوسائل الإعلام لتسجيل حضورها في حفل القرعة الرسمي في موعد أقصى بنهاية الشهر الجاري كل وسائل الإعلام اللي حاب أنها تضغطي الحدث ده عليها أنها تتقدم بطلب للفيفا قبل نهاية شهر أوس قرعة تانية أعلن عنها الاتحاد الأفريقي وهي قرعة بطولة كاس أمم إفريقيا اللي هتصدفها إن شاء الله كود ديفوار في بداية عشرين أربعة وعشرين واللي هشارك فيها طبعا منتخب مصر فضل لنا مباراة واحدة مع إثيوبيا هتتلعب يوم سبعة أو يوم تمانية تسعة سبعة سبتمبر أو تمانية سبتمبر وهي الجولة الأخيرة لكن منتخب المصري ضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الكاف حدد معاد القرعة إن شاء الله يوم 12 أكتوبر اللي جاي والقرعة برضو هتتعامل في كود ديفوار البلد اللي هستضيف البطولة واللي بالفعل بدأ يمكن المنتخب مصري يعني الاستعداد للبطولة دي بمعسكر أول استعدادا طبعا واحد لمواجهة منتخب إثيوبيا مباراة رسمية الجولة الأخيرة من التصفيات بتاعة بطولة أمم إفريقيا ومن بعدها هيكون في مباراة والدي أعتقد مع تونس إن شاء الله مطش إثيوبيا هيكون يوم الجمعة 8 سبتمبر إن شاء الله على ملعب السادة الدفاع الجوي